من ضمن الإجراءات الاحترازية طبعا الجمهور مش هيدر يروح لفنده الإقامة لأن حتى الإعلاميين مش هيدروا يروحوا فنده الإقامة ويختلطوا مع الفريق ويجروا لقاءات صحفية عكس البطولات السابقة فبالتالي فيه إجراءات معينة الجمهور هيعملها وربطة مشجعي الأهلي هتعملها هناك عشان تحسس اللعيبة والجهاز الفني أن احنا في ظهركه ومعاكه لحظة بلحظة طب هل الأمر هيتوقف فقط على وصول الفريق للمطار وحتى فنده الإقامة؟ لا حتى وانت بتتحرك للتدريب هيبقى في نقطة محددة للجمهور عشان تحيي فيها الفريق واللاعبين وهم رايحين لملاعب التدريب والفترة اللي جاية أنك هتتضرب حوالي أربع تدريبات أو خمس تدريبات قبل أول مباراة مع الدحيل يوم الخميس القادم طيب ده بالنسبة لملاعب التدريب تم ملاعب المباريات إن شاء الله بإذن الله في مفاجآت ربطة مشجعي الأهلي بتحول تحضرها خلال الفترة اللي جاية داخل الملعب كان بيتم يعني السعي لإجراء الدخلة وإجراء يعني أتيفه في تشجيع معين لجماهير النادي الأهلي في المباريات لكن طبعا تبقى الإجراءات الاحترازية والسلطات الصحية طبعا تم رفض هذا الأمر عشان الإجراءات الاحترازية لأنه طبعا إذا تمسك الدخلة بتتحرك من إيد لإيد فهنا هيكون أمر طبعا معارض تماما للإجراءات الاحترازية فبالتالي مش هيكون في داخلات لكن دايما مشجعي النادي الأهلي عندهم أفكار ومبتكرين بشكل كبير جدا وهيكون فيه كرنفال للنادي الأهلي وهتلعب وكأنك في استاد القاهرة الدولي تخيلوا أنت بتلعب مع الدحيل وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله نكون مع بايرن ميونيخ ونوصل إن شاء الله إلى 11 فبراير والناس هتتفرج على المباراة وأكدناها في استاد القاهرة الدولي هتشوف الشعبية بقى انت هنا بقى خلاص انت داخل في تحدي عشان كانت كلام كتير لما رحنا الإمارات العربية المتحدة أشقان هناك الناس كانت بتتكلام شعبية لله في الخليج مش كبيرة لما رحنا الإمارات في أكتر من المباراة السوبر الملعب بالكامل أكتر من 60-70% من مشجعي النادي الأهلي حتى الطرف المنافس لما كان موجود معاه في المباراة مدرجات خخوية كان بيدخل برض جمهوري النادي الأهلي العائلات موجودة بيشجعوا النادي الأهلي ظهرت في مباراة المصري ظهرت في مباراة الزمالك ظهرت في السعودية لما النادي الأهلي سافر للمشاركة في مهرجاني اعتزال فواد أنور ملعب بالكامل مش أقل من 3040 متفرج كلهم أهلوية وكلهم مصريين رحين يشجعوا الأهلي أيضا في كاس العام الأندية هنشوف حضور جماهيري كبير جدا أقعد صدقوا إيه كلام بيتقل في الهواء المطلق كده أن شعبية الأهلي في الخليج لا تضاهيها أو مثلا في شعبية الأندية تاني أكبر لا 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 أنا سافرت وعشت وشفت وحضراتكم في كاس العام الأندية هتشوفوا هتشوفوا إزاي الأهلي ليها شعبية كبيرة جدا بس دايما النادي الأهلي ما بيحبش يتكلم على تاريخه وعلى بطولاته دايما التاريخ والبطولات والشعبية هالي بتتكلم عن نفسها ودايما لما بنشوف حتى في ناحية الماركتينج والتسوية والإعلانات الكل بيروح للنادي الأهلي أي مركة عايزة تعمل رواج لها بتحط النادي الأهلي في جملة مفيدة عشان عارفة أن الشعبية هتيجي من خلال متابعة الجماهير النادي الأهلي بص على السوشيال ميديا بص شوفوا صفحة النادي الأهلي الرسمية شوفوا الحضور الجماهيري في كل المباراة الأهلي اللي بيكون فيها حضور جماهيري ببقى لعدد قد إيه ده على مدار التاريخ مش بتكلم على شعبية آخر 20 سنة لا أنا بتكلم على شعبية الأهلي الحمد لله أنت بتتكلمه منذ حوالي أكتر من 113 سنة منذ إنشاء النادي الأهلي عام 1907 النادي الوطنية الذي أنشأ تحديداً لمناصرة الوطنية في مصر خلال الفترات الأخيرة طبعاً كاسر عملنا دي إن شاء الله حدث استثناء وزي أنا قلت لكم الفترة الجاية هيكون فيه تغطية خاصة وحصرية خلال الفترة الجاية